اشتركوا في القناة لماذا يا أحمد؟ اللعبة دي شديدة الانضباط وشديدة الأدب وحسن وبتعلم صاحبها لو تعلموها صح والقيم والمبادئ اللي اتحطت في اللعبة تعلموها أصحابها كويس بتجد نموذج فريد في السلوك ونموذج فريد في القدرة ونموذج فريد في التعاون ونموذج فريد في الاحترام ودي كلها حاجات متالية وكلنا نحبها فهي دي اللعبة بمارسها ما افتكرش بلعب حاجات أخرى لأنا كبرت بقى في السن فما بمارسهاش لكن حفظها وفاكر كل عدت عمر كبير ألعبها يعني بصراحة عندي ونية ونية كبيرة كمان ايه بقى؟ أنا بصراحة أنا سباح ونبسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهل طب ما لازم لازم النادي الأهل ياخذك دلوقتي يا أحمد دلوقتي واحنا عادين كده لا وأحمد ما شاء الله كمان يعني مصقف وبيقرى كويس وعنده معلومات هيلة كمان ومستمع جيد لكل محطات الإزاعة مش كده؟ مصبوط يعني النادي الأهل تلقى اللوقتي كله فرحان أنك أنت تبقى عضو من أعضاء طبعا ايه طبعا عسنا سباح وبطلكم هده برطة حضرت صحيح ايه صحيح طبعا طبعا كابتن محمود الخطيب بعت أبروف ده على طول دلوقتي بس خلال البطل أحمد طارق السباح البغالمبي للنادي الأهلي ودي ايه في هذه الفقرة أحمد عامل ايه؟ مشرفني ونورني وحشني الله يصرف مقدارك وحشني جدا وانت اللي وحستني ايه بجد ايه بجد ايه أخبار اللعب ايه نعم لسه يعني بتدرب وبتآهل بس يعني باحضر التدريبات يعني حضرتك بتحضر التدريبات ايه فاكر اللقاء مع السيادة الرئيس ودي حاجة تتنسي صحي كده؟ أنا سابعك بتكرر الكلام حفظه صن عصابا ساسي الأسئلة اللي سألتها قدام سيادة الرئيس وطلبي قدام سيادة الرئيس والطلب اللي اتنفس فورا فورا صحي أنا طلبت الطلب من هنا اتنفس تاني يوم من هنا صحي كده؟ ايه وصح دلوقتي مبسوط في النادي الأهلي؟ بصراحة أنا مبسوط جدا 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 بجد والناس كلها هناك بتحبك بتحبنا أو حتى برضو مدربين السباحة في النادي الأهلي بيحبوني قوي صحي كده؟ ايه وصح هنلعب بطولات؟ ده أنا ناوي أدخل بطولات يعني حضراتك قولي بقى احكيلي أنا سمعت ان انت احتمال تقولش بطولات في شهر خمسة شهر خمسة هيكون يا جمهورية يا كأس مصر الله وبعدين هتعمل ايه بقى فيهم؟ يو يو كيبت مدليا في البطولتين تقول ممكن اطلع بقى على البطولات الكبيرة صحي كده؟ ايه وصح ايه بقى؟ انت ناوي تاخد مدليات؟ اه طبعا مش لو ده اكيد صح ايه وصح انت قلت قدام رسيات الرئيس عايز اعلعب في النادي الاهلي ورسيات الرئيس فورا نفذ لك طلبك مصبوط وبالتالي ناخد مدالية ايه وصحيح هنعملها ايه وانا اعملها هنعملها طيب احكيلي بقى يومك بيحصل ايه فيه في النادي الاهلي لما بتروح النادي الاهلي لما بتتدرب لما بتشارك لما بتتقل اه احكيلي الحالة دي يعني انا باحتر التدريبات يعني تلات يوم في تلات يوم في الاسبوع هنعم يعني بيدربوني يعني على الادوات اللي انا بجيبها يعني مثلا البورد العطمة الحاجات اللي بتأهلني بقى في السباحة هنعم بتضرب بتضرب عليها خلالي التدريبات قبل بقى ما يأهلوني بقى على البورد على الفريق الاوس هنعم قل هلس ساكرتي مصمتيقصة سويا مش مشكلة نفتكر مع بعض بس انت انت انا سامع انا كل ما اسأل في النادي الاهلي يقوله الرجل ده هيبالعيب كبير ايوة طبعا صح كده ايوة صح يا كابت وبعدين خففنا اكل شوية اه طبعا صح سألتك قبل الهوى ايوة طبعا انا انا بالصراحة من ساعة ما تخلت النادي الاهلي وانا بخفف مساعدة الاكل خالص خالص وبطلت الاكل اللي بتحبه اه طبعا كله بصراحة كله يعني انا مش عايز اغشش السلام المشاهدين لا مفيس تاعة تغسس صح كده عشان انت متغشش همش انا كنت بورهولك قبل الهوى ايوة بالصبت صح كده واحدة بواحدة بس انا عقبت ان انت بتحب السفود اوي المأكلات البحرية اه طبعا صح كده ايوة صح بتحب ايه بقى احكيلي احكيلي عشان اجعان دلوقتي بصراحة الله انت جاي الجوع دلوقتي اشوفت بقى عامل ايه طيب سمسة الجمباري السفود السبيت الكابوريا الاستكوزة كل المأكلات البحرية كله اه تتحط قدامك تاكل اه طبعا مفيش حتى دلوقتي بضعف شوية قولي بضعف شوية دلوقتي برضه لا ما تتعفس اوي بقى يا استاذ كريم انت بتضعف لا مش بضعف اوي غششوني يعني ميه اللي بيخسسك فيه ناس بتغششني بقى العصفورة مثلا لا ما فيه عصفور في المواطع دي صح كده طيب انت ان شاء الله هتبقى بطل وان شاء الله تاخد مدالية اه طبعا نفسك توصل انك تمثل مصر في بطلات عالمية طبعا اه اكا تحلمك كبير لا مسل مصر بقى في بطولة العالم واوصل بقى للمحفل الدولي الكبير محفل الولمبيات الله عليك هدف اه طبعا وعرف انك هتوصل طبعا انت هدف وهدف كبير كمان حضرتك وحاسس انك هتوصله حاسس حاسس اوي يعني حضرتك باين عليك اه طبعا مكرر يعني انا سعب اكرر حاجة مرجعس فيها نيهائيا الله عليك طيب انا حسيت من كلامك انك نفسك يعني تاخد حاجة لمصر مش بس لنفسك اه طبعا انا فهمت صح ايوة صح صح كده ايوة صح يا استاذ كريم عارف ليه بقى ليه انه انا انت قبتلي قبل الهوى ان انت كنت سامع المداخلة بتاعت الكابتن الكبير كابتن ديوء السيد المدارب العامل ومنتخب مصر عيوة بالصبت وحكيتلي شوية حاجات وانت بتفرج على مطشقات كأس الأمم الأفريقية انا انا بنساس انا بتفرج على مباراة كأس الأمم الأفريقية من اول مباراة ناسيريا لقاية مباراة مباراة السنغيل ايه اكتر حاجة بقى كانت عجبك في منتخب مصر في البطولة دي منتخب مصر عجبني اولا من اول مباراة ساحل العاك للمغرب للكاميرا لقاية بقى مباراة السنغيل ايه اللي عجمك في أداء اللعبين كان أداء اللعبين كان بيلعبوا اللعب الرجولي بقى ساحل العاك لقاية ما وصلناه ضربات الجزاء اولا ثانيا في مباراة بقى مباراة المغرب جابوا فينا جون في ضربة جزاء خير صحيحة اولا جبنا فيهم جون من هاجمة عن ترامي الكابتن ابو صلاح طبعا ابو صلاح بعدين في الوقت الاضافي جبنا فيهم الجون الثاني من خير ما تخلونا على ضربات الجزاء في مباراة الكاميرون تخلونا على ضرب لعبنا قدام اتعدلنا معهم سفر سفر ومسونا من اول الصوت الاول للتاني للوقت الاضافي لقاية ما لعبنا معهم ضربات جزاء الله اول كامل تخلنا عليهم مباراة السنغيل كي تأصعب مباراة هي المباراة النهائية دي ايبا لعبنا معهم برضو نفس الفكرة سأل المطساط اللي في لوقت ما وصلوا ضربات الجزاء هي اللي اخسرنا فيها برضو حضرتك بس انت عجبك الرجولة بتاعت اللاعبين اه طبعا وعجبك اداء كالوس كيروش المدير الفاني المنتخب مصر اه طبعا وكمان موقف الرجول اللي وسعت ما الكابتن السناوي اتصاب في ضربات الجزاء نسل ما كانوا الكابتن ابو جبس ايوة وكان جبل اه طبعا عمل اداء رائع جدا اه طبعا رغمنا انا عايف ان انت اهلاوي يعني بس مش فارق معاك اهلاوي عشان منتخب مصر اه طبعا ابو جبل زمال كاوي ده اسماعلاوي منتخب مصر اه طبعا لازم اي اي يوم بيسجع اهلي او زمانك لازم انا مو هلا يهمني اهلي ولا زمانك هلا يهمني منتخب مصر الله الله عالك الكلام الحلو حيس ان احنا ربنا هيكرمنا ان شاء الله في مطشين نتاشفات كاسي العرب قدام السنغال هيكرمنا في اسن الله كيفية اللهم خسرونا المباراة النهائية بعود الله هنفوز عليه هنفوز عليه اه طبعا مين اقتل لعيبة بتحبها في منتخب مصر لعيبة منتخب مصر يعني بحب بحب يعني مثلا كابتن ابسل كابتن محمد سريف هنبقى الكابتن كابتن العلامي هنبقى الكابتن ابو صلاح ابو صلاح على طول ابو صلاح اي عجبك يا محمد صلاح عجبني قوي حتى يعني خلال بقى ما صرته في دور في الدورة الانجليزي من في في الدورة الانجليزي اللي خلال دور ابطال اوروبا واخ حصلت بقى مية وخمسين هدف هايل طب احمد عايزي سألك هلاحك اتفاض الناس اللي بتيجي تفرج على منتخب مصر وتبدأ تشجع فانيلاد بقى وتشيرتات اه طب انا هشجع اهلي وهشجع زمالك وشجع ايه بالاهلي وشجع ايه بالزمالك وينسوا منتخب مصر تقول لهم ايه اه طب المفروض برضو باتل باتل قاعدة تعصف القرى لاسي يكون فيه روح رياطية برضو بين بين الاهلوية وبين السمالك واللاسي يكون فيه روح الانتباء لمنتخب مصر ايه لازم اه طب انت ساعات بتحس انه مش موجود عند بعض الناس بصراحة حاسس من ناحية دي يعني حضرتك هم حاسس شوية اه طب بس الناس اتلمت شوية حوالي المنتخب مصر من مباراة كوتيفور اللي انت كنت بتقول عليها دي ايه طبعا المباراة كوتيفور يعني حضرتك هم قول لي اكتر مباراة قمت اتنططت فيها وهيصت جامد وفرحت اوي اكتر مباراة يا سيدي يعني كل المباراة مع عادة مع عادة مباراة السنغيل بقى زعلت من قلبي اللي هو خسر بقى اه لقب البطولة اه زعلت اوي اه طبعا طيب اخدك لناتي الاهلي شوية اتفت فرقت اعمتش النهاردة بصراحة انا سمعت في الراديو مالح ما فتحت سبتفزيون خالص النهاردة بس فرحت بالنتيجة طبعا النتيجة اربعة سفر النتيجة دي فكرتني في مباراة مباراة الهلال السعودي في كأس العالم لانديدة القرارة الله الله فكرتك بيها اه طبعا ويه رأيك في اداء بيتس المسلماني مع دائل بصراحة بيتس المسلماني فيه اه فيه اه نجاحات وفيه سلبيات ام النجاحات الاول اللي هو واخد لقاية دي وقتي لقب لقب الدوري اه وكأس مصر ولقبين التورق طال افريقيا وكأس الصبر الافريقيا ام ومتا اللي يتين برونسل يتين كأس العالم لانديدة القرارة ام عم بقى سلبياته بقى ساعة ما يخسر الدوري وخسر كسر الصبر المصر هما دول الساعة دي اي مدرب بيكسب اي مدرب بيخسر ايه طبعا محاج بيكسب على طول اه طبعا انت نفسك لما تتلعب الرياضة مش هتكسب على طول ان شاء الله تكسب على طول بس فيه مكسب وخسارة طبعا مظبوط يعني ببه فيه مكسب وبيبه فيه خسار صاحي كده ايه طبعا دي الرياضة بشكل عام طيب عايز أخدك بقى في حتة ثانية خالص حتة في منتهى الصعوبة ايه هي الصعوبة؟ الشياكة دي متأخرة شوية بس يعني الشياكة دي ده دي مسبين عليها يعني حضرتك لا ده مسبين قوي كمان انت جاي النهاردة عشان تركب على كرسي الموزيع ايه صح؟ مست كرسي الموزيع قوي يعني حضرتك لا انا بوقعك انت شكلك رسمها بتفكر فيها دي لنقصة بصراحة مست نقصاني قوي يعني لا بس انت قلتلي قبل الهوى قلتلي بقى كل حاجة بتمنها الحمد لله جاتلي بس فاضل الموزيع ايه صح كده؟ ايه صح فتخدها بقى ازاي بقى استاذ ازاي بقى استاذ كريم؟ هقولك هقولك طلعنا الفاصل اطلع الفاصل اطلعي بالتوى اطلعي بالتوى اطلعي بالتوى مست اخدامي وضعي يا انا بحقاكم مرة اخرى واحنا في الفاصل احمد قال لي انه هو شاطر في كل حاجة هو فعلا شاطر في كل حاجة طبعا هيديني دليل بقى انه هو شاطر كمان كموزيج فضل زحمد اهلا بيكو يعني اهلا بيكو يعني ببرنامج النهاردة ويعني وقدم لأستاذك كريم السياح حضرتك يا أستاذك اهلا بيك يا زحمد اتشرف جدا انا معاك النهاردة اتشرف بحضرتك فضل ايه با يعني ايه با حضرتك يعني في ناحية كرة القدم اه انا بحب الكورة اه بحب اشجع الكورة انا مشجع كورة اخد بالك مش بس بطلع بقى مزيع وخلاص يعني حضرتك يعني اهلاوي ولا زمالكاوي ما هي دي بقى اللي ايه بتودي الاسية دي اللي بتودي النار في الاعلام ليه بس اهلاوي ولا زمالكاوي اه احنا بنشأ انا زيك كده بشجع منتخم مصر لا يا حالاتي بارتو انا بحب يعني ازا سجيع المنتخم انا حب بشجع المنتخم وكل قدامي سواسية اه سواسية كل الناس واحد عني انت راجل تشجع اهلي وتطلع تولي ومشجع اهلي زي ما انت عادي اه بالصبت انا راجل بشجع منتخم مصر ايه طبعا بس كده عندك سؤال تاني؟ صراحة سؤال التاني ما عنديش اسئلة تانية كده ما فيه سؤال صعب كده ولا حاجة؟ سؤال صعب سؤال صعب والله مساكرتي يعني محضرة يعني الاسئلة يعني حضرتك اه جمال احنا كان عندها تقريبا فيديوهات لاحمد وهو في السباح لو جاهزة معانا نعرضها يقول لنا الفيديوهات دي رأيه فيها ايه وكسصها ايه بس فيديوهات رائعة ايه ايه طبعا انا خلال درب انت اسبرينتات في الميا ايه انا بغاية انا خلال التدريبات يعني بابا باخد حمام السباح رايح جاي جاي رايح خمسين وميت متر بقى صاح؟ خمسين وميت متر رايح جاي ايه لحتى برطو في مصر يعني اه واخد واخد خمسين متر حر واخد خمسين متر حرة انا كنت مسابق السمير المسابق في الحرى لجنبي انا بحص هو بيسبقني وانا بحصنة هو بيسبقني وانا بسبق وكان وصلنا للقاية الاخر اه عذاب في مطولة الجمهورية في موقف يعني انا انا كنت قاعد من انتظر بس صفارة البدء ما سمعت هايس تلاعت على طول اللقاءت ما رجعت مرة تانية مرة تانية اه ودربت انا شايفك هون ما شاء الله يعني رائع فضارب انت المية برجلك وايه بتجري زرهان شاكرك هتبقى سباح كبير ياريه طبعا انا حبيت يعني السباحة انا حبي من السباحة يعني من صغري انت يومك بتقضيه ازاي يعني يومك كله رياضة ولا يومك في ايه يعني بين الرياضة وبين برضو السعر الرياضة وكمان انا راجل مثقف بحبي برضو بين ايدي برضو جهاز الراديو الله عليك الله عليك وكمان يعني كمان انا ساعر برضو بلقي كمان اسعاري برضو كمان حضرتك حافظ حاجة دلوقتي يعني عاوز كده قصائد وطنية انا القصائد موجودة يعني حضرتك بجد عام الله حافظ دلوقتي ولا تبقى مكتوبة باخدها المرة الجاية لا حافظ الديني يالله ينهر في قصيدة اسمها احنا اولاد الوطن الواحد احنا اولاد الوطن الواحد احنا اولاد البلد الواحد وقت فرحة وقت جراحة ايد مع ايد قنق ايد واحد احنا في وقت الحرب حرب ولمنا وقمنا نبني بنينا ولمنا بنادنا احتاجت صورة قمنا وصلنا علم في ادينا مصر السرطة مصر الجيس ويا السعب جيل وورا جيل مصر المسلم ويا مسيحي ماسك مصحف والإنجيل مصر الجال الدين والأصحى علم كل الدنيا بحالها فسر معنى الدين بسمحته خلى مصر ما فيش بمثالها مصر العامل والفلاح ويا مهندس أو الدكتور بينا نعلي ونبني وننتج بينا نخلي بلاتنا بطنور مصر المرأة أمي وأخت طرها كبير من خيرها ما ينكر سوكة ربي وتبني إقراطة والكل من خيرها كيد مصمق مصر الصعمة سعيم وسعيم كل سعيم وتليل وسهات كل ما يطلع سقر بديد يا سلام فعلا وليت إيه الجمال ده؟ اللي قدامك ده يعني إيه الجمال ده؟ ساعر ورياطي وكل حاجة كل ومزيع دلوقتي كمان وسباح أيه طب إيه تماثب لنا إحنا إيه نشتغله؟ والله يعني أنا يعني أنا اللي هتشتغل ولا حضرتك بقى لا إنت اللي هتشتغل طبعا خلاص أنا أشتغل معك يعني كده خدني معك في أي حاجة معندي سايمين عبقى يا أستاذ كده آه يعني سواب يعني آيو سواب كده من عندك أنا سمعت إن إنت عندك طلب غالي قوي إيه هو؟ في معسكر المنتخب اللي جاي ياريت حكولي نفسي أسارك بقى مع المنتخب عصان أخوت بقى البطولات الكبيرة عايز تلعب مع المنتخب كمان؟ آيو أنت مش سايب حاجة خالص؟ أنت عايز تلعب كرة كمان؟ لأ أصلا منتخب السباحة بقى منتخب السباحة؟ بقى أنا بكلمك قالوا دي أنت عايز تلعب معسكر المنتخب مصر اللي جاي لتعكورة القدم عشان نفسك تقبل محمد صلاح آي نعم منصير يعني أدخل معسكر المنتخب وقابل كابتن أبو صلاح؟ نفسك تقبله يعني كده كده منصير يقابله يعني كفيلو يعني قائد قائد منتخب مصر وقائد كمان نادي الليفربول للإنجليزي يا رب طيب عندك قصيدة تانية نختم بها؟ يعني تفصيلة في ايه يعني حضرتك؟ اي قصيدة انت نفسك تقولها؟ والله تفصيلة قصيدة 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 آه في قصيدة وطناسبة أنا مصر ومصر أنا طيب ايه رأيك بقى ايه؟ استنى هقولك حاجة بس هقولك حاجة احنا هنختم بالقصيدة ديت انا بشكرك هود الوقتي تمام؟ أحمد طارق السباحة بقاليمبي وهنستقبل بعديك الكابتن الكبير كابتن محمد عبدالجليل هتبصي للكاميرا تقول القصيدة ونختم بها ونطلع لفاصل سيه بعض ماشي؟ وقول في الاخر نروح لفاصل ميسي تمام؟ تمام يلا بينا أنا مصر ومصر أنا ما للأرض إلا القرم لا يدوسها معتاة ولا يعتليها صنم حمان جنوط على مر الزماني أحمص بيبس قتس صلاح الدين عرابي والسيس المحترم من مات جيوس من جيوس الأمن عرص باقي وبقاء الهرم جنوط أسوط تقول هم سكور الجو هم نجوم الديائي نحن المصريون أحفاة الفراعنة عهد الأصالة والحضارة والفنون نحن المصريون خير أجنات الأرض وميالة مصر تميل بسوارها الأمن من عرب ومن عجل ومني لها حسب الحاسبون عمر البصر وعرف الفراكيون علم النجوم والقمر مصر هي أول أمن ونبط منتصم طقات 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 القطر أنا مصر ومصر أنا نروح لفاصل نطلع على الفاصل شكرا لكم شكرا لكم